بعد أن أصبحت حياتنا اليومية إلكترونية وما يتبعها من تداعيات قد تكون في بعضها سلبية انطلقت فعاليات مؤتمر الكويت الأول لمكافحة الجرائم الإلكترونية والذي يقام برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات التابع لمجلس الوزراء من المهم أن نعرف آلية التعامل وياها، آلية حدوثها، كيف نقي نفسها منها ومتى ما وقعت كيف نقلل من مخاطرها وآثارها بالإضافة إلى التبعات والمسؤوليات القانونية التي تنشأ من وراء حدوث مثل هذه الجرائم سواء على من ارتكبها أو حقوق من وقع ضحيتها وبالتالي يأتي هذا المؤتمر ليسلط الضوء على هذه الجوانب ويعطي نبذة تاريخية عن تطور هذه الجرائم قضايا الجرائم الإلكترونية ووضع الحلول المناسبة لها كان أهم ما يهدف إليه القائمون على المؤتمر للوصول لتوصيات وقرارات نحن حرصنا أن يكون المتحدثين من أهل الخبرة والاختصاص في مجال القوانين وأيضا في مجال البرامج والنظم الإلكترونية الحديثة أتمنى إن شاء الله المشاركين يستفيدون من جلسات المؤتمر وهذا واجبنا كشركة منظمة المؤتمرات أن نحاول نحرص أن نفيد الموظفين والإداريين في الغطاء العام الخاص خلق بيئة آمنة وخالية من الجرائم الإلكترونية بأت هدفا عالميا للاستفادة من هذه التكنولوجيا بما ينفع البشر لتلفزون المجلس رياض العبادي